وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن قلة القدرات لن يقف أبدا أمام إرادة لا تلين من أجل تجاوز التحديات وأضاف الرئيس السيسي أن دولة نجحت في حل العديد من المسائل عبر المبادرات مثل مبادرات 100 مليون صحة ومبادرة فارسي فضلا عن قوائم الانتظار والتي لا تشمل علاجا طبيا عاديا بل علاجا طبيا ضخما يشمل عمليات جراحية كبرى في المخ والأعصاب والقلب والمفاصل حلينا مسائل كتير بالمبادرات مبادرة 100 مليون صحة اللي تكلموا عليها مبادرة الفيروس سي اللي بنتكلم عليها دي كلها استهداف استهداف لتحديات بعينها لما نتجوزها تحطينا في حتة تانية خالص وخلينا أقول لكم القوائم الانتظار اللي تكلموا عليها هنا أنا مش بتكلم على علاج طبي عادي أنا بتكلم على علاج طبي ضخم بتكلم على عمليات جراحية كبرى في المخ والأعصاب والقلب والركب وكل ما تعنيها دي الكلمة لما عرض الموضوع دو تقولنا لا إحنا حنستهدف قوائم الانتظار ولن يكون في مصر قوائم الانتظار ترجمة نانسي قنقر